وللحديث عن استمرار قصف قوات النظام والميليشيات الموالية له على المدنيين في سوريا تزامنا مع تصنيف الأمم المتحدة لهذه القوات بالقائمة السوداء بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ينضم إلينا عبر سكايد من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد أهلا بك معنا أستاذ زياد أهلا وسهلا بك وبالسهد المشاهدين الكرام أهلا بك بداية أستاذ زياد يعني برأيك ما الذي يريده النظام من خلال قصف مناطق في ريف حما يعني بشكل أكيد هي استكمال للجرائم التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري نحن نعلم أن الأسد الأب والأسد الأبل مكلفون بمخطط هو تدمير الشعب السوري وأخراجه من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني وبالتالي فعندما قامت السورة السورية وكاد النظام أن يسقط استقوى بالقوات الإيرانية والقوات الروسية وبعد أن استجمع بعضا من قواته يريد أن يثبت للسوار ولمن يعارضه أنه ما زال يمتيق دفة الصراع وأنه بإمكانه أن يفعل شيئا ولكن للأسف الشديد لو لا الوجود الروسي أو الغطاء الجوي الروسي والوجود الإيراني ووجود حزب الله فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا وأكبر دليل على ذلك أن الكيان الصهيوني يعتدي يوميا على هذا النظام وهذا النظام لا يستطيع أن يفعل شيئا هو يملك القوة لقتل شعبه ولكن لا يملك القوة لردع العدوان عن شعب سوريا من الكيان الصهيوني نعم ولكن هناك من المفترض أن يكون هناك تهدئة أو هدنة وقف اتفاق لوقف إطلاق النار وحما كما تعلم من المناطق الخاضعة أو التي يشملها خفض التصعيد وروسيا أيضا من ضمن الضامنين من المفترض أن تكون كذلك ما قراءتك لهذا؟ يا أخي العزيز الهدنة هي مضحكة بالنسبة للوضع السوري الهدنة أنشئت بموجة بمعاهدة سوتي أو اتفاق سوتي والأستانة وهناك ثلاث ضامنين الضامن الروسي وهو حليف الأسد والضامن الإيراني وهو حليف الأسد وهناك الضامن التركي ولكن لا يستطيع الضامن التركي أن يفعل شيئا ولو لا اتفاق أردوغان وبوتر في خمس أزار من العام الماضي لا استمر العدوان الروسي والإيراني وقوات النظام ما تبقى من قوات النظام السوري استمر عدوانهم على الشعب السوري هذه الهدنة هي مضحكة في حقيقة الأمر ولولا وقوف تركيا ووجود القوات التركية على جزء من الأراضي السورية لكانت القوات الروسية والإيرانية وما تبقى من جيش الأسد لا اشتاحوا المنطقة كلها فهذه الهدنة كما قلت لك هي عبارة عن مهزلة وتراجيديا بالنسبة للشعب السوري الأمم المتحدة أدرجت قوات النظام بالقائمة السوداء بسبب الانتهاكات التي ارتكبها ضد الأطفال طبعا هناك من اعتبر أن هذا الإدراج جاء متأخرا ولكن السؤال برأيك هذا الإدراج ضمن القائمة السوداء هل سيؤثر فعليا على النظام؟ هل هناك نقاط من الممكن أن يخشاها النظام في هذا الإدراج؟ بالنسبة لما تفعله الأمم المتحدة تجاه شعبنا في سوريا وتجاه قضيتنا ضحوا جانبا ولا يمكن أن يعول الشعب السوري على أي من هذه القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت جبهة النصرة وزعيمها على قائمة الإرهاب ويوم أمس جيمس جيفري قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أن الجولاني يتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية هم يضحكون علينا وهناك إدراجات وقرارات ولكن ما هي النتيجة؟ هل رفع الحيف عن الشعب السوري؟ هل تم وقف قتل الشعب السوري؟ لا كل هذه الأمور لا تعني شيئا وكل هذه القرارات لا تعني شيئا وهي عبارة عن إطالة أمد عمر النظام لاستكمال جرائمه ضد الشعب السوري بالشأن الدولي كيف تقيم اللقاء الذي جرى بين بوتين ونظيره الأمريكي بايدن خاصة بما يخص أقصد الشأن السوري ولماذا يتم تجاهل النقاط الأساسية لحل القضية السورية؟ بالنسبة للوضع السوري الكل يجمع على استمرار المحنة السورية واستمرار الوضع وتزمين الأزمة السورية عندما تناول بوتين مع بايدن الوضع السوري ناقشوا مسألة المعابر وهل مسألة المعابر تنهي مأساة الشعب السوري؟ أنهم لا يفكرون بشيء سوى إطالة أمد عمر النظام واستمرار مأساة الشعب السوري واستمرار هذه الحالة لأنها بالنتيجة ستؤدي إلى تشكيل وضع على الأرض هذا الوضع على الأرض قد يؤدي إلى التقسيم وهو ما يسعى إليه قيام الصيوني بالنسبة لسوريا ووضعها الجغرافي والديمغرافي نعم إذن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لك شكرا لكم